وفي ختام الدرس الافتتاحي من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية تقدم لسلام على أمير المؤمنين الملك محمد النسادس كل من الأساثذة الشوقي على مفتيات ديار المصرية وشيخ محمد منصور سي ممثل الخليفة العام للطريقة التجانية بالسنغال وشيخ محمد ماحي إبراهيم نياس خليفة صاحب الفيضة التجانية وشيخ مصطفى صونطة خليفة الطريقة التجانية رئيس فرع مؤسسة محمد النسادس للعلماء الفارقة بكوتيفوار وشيخ مصطفى دياترا مستشار الخليفة العام للطريقة المريدية بالسنغال وشيخ عبد الرحمن كينتا ممثل الناطق الرسمي باسمه الطريقة القادرية في نياسة بالسنغال وحسن المناعي الأستاذ بجامعة زيتونة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس ومحمد عبد الزبير رئيس فرع مؤسسة محمد النسادس للعلماء الفارقة بمالي ولانغا دولاني فينسنت زيد رئيس فرع مؤسسة محمد النسادس للعلماء الفارقة بجنوب أفريقيا وعبد القادر الشيخ إبراهيم رئيس فرع مؤسسة محمد النسادس للعلماء الفارقة بصومال